سبع الخير عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد راكو شفتوا العنوان يعني بشوية قرعة وشوية بطاطا وثلاثين البيونداشي درت زوج اطباق درت دول ما تا قرعة وبطاطا بوحت الطريقة دي شغول غاتا في الفور اكتر من رائعة بزاف بنينة قدمتها اقدم مع مخللاتيت وحنا نحبوها نحبو ناكلو يعني هاد الاطباق بها الطريقة وبهادو كليشوية تا القرعة وتا البطاطا درت واحد لسوب هاي لسختول دراري بزاف بنينة بلا ما نطول عليكم تابعوا معايا الفيديو واشتشوفوا كامل واشدرت فيه كيما قلت لكم عندي هنايا غير تلاتين الف برق تا فيونداشي والله يبارك جتني زكية وخرجتلي كمية لبس بيها عندي هنايا زوج حبات بصل الصغار رحيتهم فروبوا ولا سكرفجوهم رقاق عندي حبة طماطم رحيتها كيف كيف صغيرة حبة طماطم صغيرة رحيتها فروبوا عندي شيئا معدنوس في التوابل عندي غل ملح والفلفل كحل وشوية عكري حلو اللي هو البابريكا عندي 4 بصوص تاعدتم شوية حنديرو في الفلافخس وشوية نديرو فلاسوس عندي مغرف كبيرة مشي معمرة بزافتة عندي هنايا 5 حبات قرعة يكونوا يعني خشان خير القرعة تكون خشينة القرعة اللي تفارسيها دايما خيروها خشينة وعندي 4 حبات بطاطا صغار يعني ديرو الكمياء على حسب العائلة تعكم والكمياء اللي تناسبكم ناخد هذه النصف الكمياء تعال بصلي قطلكم اسكر في جوهرقيق يعني حبة صغيرة حبة حنديرها فلاسوس وحبة حنديرها فلافخس درت عليها شوية معدنوس كمشة منيحة هكتا معدنوس مغرف صغيرة تعال الملح مغرف صغيرة تعال الفلفل كحل يعني المغرف تعال الشاي تعال تاي الصغيرة كامل وعندي هنا 4 فصوص تعال توم فص درتو فلافخس و 3 فصوص نديرو فلاسوس عندي تاني تيك البيض نسيت البيض هنا يا ما حطيته الكمش ومغرف صغيرة تعال هريسة واتمدو حتلقوه بصف بنين فهدك الحشو هدك وكي ما قلت لكم ديرو مغرف كبيرة طالة شابلو ما تعملوهش بزاف برك بشتعطيني طارا وفلا فيونداشي وما تجيش تقيلا ليه حبي دير روز يدير روز هنا يدرت الحبه اللوله تعال البيض ونجي نخلطها قديا لعفخس تاعي انا لعفخسة الدول ما نديرها شوية طريه شوية جريه على بها زيت حبه وحتو خلاتي على البيض يعني دير زيت حبه تعال البيض هنا ليه ما يحبوش البيض ولا عندهم حساسية ولا ما عندهمش البيض قلت لكم ديرو المات على البصل سكرف جو البصل وديرو نحي وحتو تكوتي وهدك اللي ما هدك طمو به الافخس تاعكم عندي القرعة هنا يا كنت بشرطها وخصلتها مليح نجي نقطحها هكا الحبه على ثلاثة ما حبيتش نديرهم بس كلو كان نديرها على زوجه بزاف طوال حبيت نوقفهم انا في البلا قسمتها بهالطريقة سي يتعطي لهم يعني نفس الطول الطول تحهم يكون متقارب هنا يجبت وريد لكم المواس اللي يحفلوا بهم الضلمة انا ساعدني هذا نحب نستعمل هذا الموس ولي يحبوا يستعملوا الاخر يعني كل واحد يجير وش يساعدوا هادك القلب بتاع القرعة هادك ما ترميه وش هادك هو اللي درت به الاسوب احفروهم هاك دايا بهذا الشكل ما تلاحقوش لتحته كامل بش ما يتقبولكمش هلا طريقة بالسف سهلة انا قلت لكم يساعدني بزاف هادك الموس من بعد ملحوهم بش تجيكم القرعة تاعكم والباطاطابنينة تاع الدول ما متجيش صامطة لداخل ما تكتروش بزاف الملح وجيت هاك دايا عمرتهم هاديك الكفتا ولا لا فيونداشي هاديك خرجتلي له يبارك شوفوا لا كونتيتيش حال والقرعة كتقسموه على ثلاثة جي زكية والا فيونداشي قلت لكم خرجتلي كمية تعايلة كبيرة وقعدتلي شوية من بعد قدرتهم دي بولات هاك دايا ورميتها في الاسوس اضغطوا عليهم ملح كتعمروهم سختوا الجواني به هاك دايا بش ما تخرج لكم شلافا هاك دايا لك بعد ما عمرتهم كامل الخرجتلي الجواني بالقرعة كنت اغطيها من بعد راني رايحان قليها شوية بالزيت مشي بزاف مشي حتى الطيب بزاف ودوكاتيك انجوزون ديرو هاديك العصوص طومات تاعنا درت شوية زيت ما تكتروش بالزاف الزيت هنا يا فطني جارة بسكو هانا نقلي القرعة قلتلكم درت واحد دوج مغارف كبار درت البصل يتقلى هكذا يا وحدو غير مع الزيت بعد ما تقلى درت مغرف كبيرة طا طماطم مصبرة قليتها هي تاني كشوية في هدك الزيت بش تنحلها القروسية نار قليلة وقعدوا غير تقلبوا فيها بش ما تتحرق لكم ش طماطش تاكم من بعد زيت لها هديك الحبات طماطش لقت لكم رحيتها والتوم والتوابل تلت فصوص تاعتهم كنت أرابيتهم يعني رقاق غطيت عليهم وخليتهم على نار قليلة بش هديك الطماطش تتلقلي كامل للماتحة وتتقلى مع هدوك المكونات هدوك من بعد جيت مرقتها بتلت كيسان تعلماء سخون غطيت عليها وخليتها الطيب ولاني رايحان نقلي هديك القرعة هديك هنا مشي لازم تكتلوا بزاف الزيت أنا درت مغلة كبيرة بش نقلي يعني القرعة هديك كامل ضربة وحدة قليتها النار لازم تكون قوية شوية خليوها غير تاخد هكذا شوية لون فوالا هكذا يا أقلبوها زيدوا لها واحد زوش دقايق ولا كل دقايق ونحيوها المهم ما تخليوها شطي بزاف بها الطريقة تجي بزاف بنينة وتجي شدة روحاء وما تخرش كامل يعني هدك الحشو ما يخرش كامل من هديك القرعة هديك وتجي قرف بنينة بنفس الطريقة زيد قليت ثاني البطاطا جبت بلالي دخل للفرن درت له شوية هديك لاصوس ما تجمروش لاصوس تاكم خليوها شوية في هالماء بش تكمل طيبها مع الخضراء هديك ووقفت القرعة والبطاطا تاعي في البلاتع الفور بهذه الطريقة هدي فالا هاي لقلاسوس شوفوا القاوم تحا كيفاش يجي اجي يعني نقص الطيب فالا مشي ميها ميها ومشي مجمرة ودوكاتيك نفرخها على الخضراء ديالي سيو شمخوك كامل هدوك الحبات تاع القرعة هدوك بش ميجوش ناشفين والبطاطا كيف كيف عمرو مليح البلاتعكم بلاصوس خليو برك لاصوس قيس اندوا هكا كاك بش كي تغلي في الفرن ما تفيدش معاكم هنا الفرن كنت سخنت ودي جادرت وشعلتوا على اعلى درجة وخليتوا يسخن مليح فالا هكدا يا ندخلها الطيب في الواسط حطيوها حطوها في الواسط شوفوها حتى تتجمر خدت لي واحد لعشرين دقيقة حتى لخمسة وعشرين دقيقة اجبتها من الفرن ربيت لها شي افخو ماجرابي هكدا من الفوق اختياري تقدروا تستغنوا عليه وشنو بركة نحبيت نعطي لها لفرم تاع غراتا هذا ما كان خليت الفرماج غير داب ونحيتها مباشرة وجيت قدمتها بهات الطريق لاصوس مقبيلة اللي درتها في البلاتا على الفوق ما درتهاش كامل هايلك نحيت شوية منها خليت شوية في تنجرة تاعي وخليتها تجمرك لي خادش كان فدال لي حبوا التغمسها قدال لي حب لاصوس نزيد له لاصوس وعلا كنت عارفوا اللي بلاتا على الفوق ما جوش فيهم بزاف لاصوس وهادي كلابيون داشي اللي قاعدتلي حمصتها حمرتها شوية في المقلاة باش ما تبحليش شدت شوية روحها ورميتها في الاصوس وعلا تلقتلي البناء وممتون تكملت طيابها درتهم دي بولة هاك داية شوية كبار باش يجوا بينين وشبحت بيهم هاك داية من الفوق وفي الاخير نعطي لها رشة داعة مع دنوس وتعارفوا القراءة تحبل مع دنوس والبلاتا عي أراه واد تقدمته بطريقة بسيطة شوفوا هنا يا مشي كامل هاد لكونتي تدرتها في البلا برك هنا ورأتلكم لهي بارك أكتر من ست أشخاص دوك كل هاد هاد البلا هاد اللي درته لكم وهي لك هادي كلا سوب دوك نخلي لكم الوصفة تحابي صندق الوصف بزاف سهلا نحي تبرك دوك لي شوية تاع القراءة والبطاطا درك لهم شيئة مع دنوس درت لهم حبة بصل صغيرة زدت عليهم حبيبة تاع قراءة يعني صراحة زدت معاهم حبة قراءة كاملة متوصطة ما شيء كبيرة بزاف وخليتهم تقلى وهكذا مليح للحملة الجاجلة حتى حاجة درت لهم غرش ويا ملح ما حبيتش ندلي زي بيس خليتهم تقلى وقت لكم من بعد ما رقتهم بالماء وخليتهم حتى طابور حيتهم بالبرازت لهم شوية جبن تاع الموتلاتات درت لتحبات وعودت ميكسيتهم جات أكتر من رائعة جات بزاف بنينة إلي حبيتوها تجيكم يعني كتر بنينة بنينة على هكذا زيدوا لها شوية كريمة سائلة اجي هايلو شوفوا القاوامتها كيفاش يجي جي أكتر من رائعة بزاف عجبتني وحنا نجي نوريكم الدولمة تاعي كيفاش جات من الداخل طابة زبدة هديك القرعة ما قدرت شمين بان نرفضها طبعا شوفوا الشكل تحامل داخل جات هايلو نتمنى من كل قلبي تجربوا هاد الوصفة وتنجحوا فيها وتمنى الاعجابكم ونقولكم تبقاوا على خير ونتلاقاوا في فيديو جديد إن شاء الله اشتركوا في القناة